السلام عليكم اهلا بكم فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم اس 13.2 نسخة تجريبية الرابعة التوهاب قبل نزلتها قبل خمس او ست ساعات نزلت و استخدمت لكم و جرّبت تعلم بالويرلس لان اتكلم لكم عن المشاكل اللي كانت معي في النسخة تجريبية الثالثة الحمدلل ان احلتها بالحين كبداية المشكلة اللي كانت معي في النسخة تجريبية الثالثة ان الويرلس الويرلس الحالي يعني شابك الآن جالس وعلى الويرلس شوي يفصل يشبك على ال LTE شوي يرجع ماجيش الثالثة لكن النسخة اللي حين موجودة النسخة الرابعة نشوف ان ابل حلتها الى الان خمس ساعات يعني ما في هاي مشاكل لكن هل فيها ميزات لا طبعا اكلمكم عن النسخة تجريبية الرابعة ما فيها ميزات لكن الايو 16.2 اذا بينزل حق العامة راح تكون في ميزات راح تتكلم معكم بعد شوي عن ميزات كلها اللي كانت في النسخة الأولى وثالثة والثانية والثالثة ورابعة تجمعهم كلهم هذا اللي بينزل عندكم طبعا كبداية نقول نخش العرادات نروح عام حاول نشوف هنا قدر ما نشوف البلت نمبر هل ارفع لكم الشاشة شوي لضاءة البلت نمبر عندنا حين صار 17 سبع طعش سبع طعش ب خمسة صفر ثمانية اربعة ا في النسخة اللي قبل او النسخة اللي قبل هذي ما اخذ سكرينشوت مثل ما نشوف هنا هنا كان عندنا سبع طعش ب خمسة صفر ثمانية اربعة ا الى الآن ثمتين هم ايه يعتبر هذا النسخة القريبة ل البتنزل حق العام بما انه حرف الايه هذي يعني نقربنا لحق النسخة البتنزل حق العام لو بنروح لهق الفرموير هنا مثل ما نشوف المودم عندنا كان في النسخة القديمة 1 صفر 2 بوينت 1 ثلاثة الجديد لو بنشوف 1 صفر 2 1 أربعة ففي تغيير تمنى يكون افضل انا من انما تشوف احين اوكي بار واحد نازل بس قبل شوية كان بارين نازلين نشوف احين قدام لانه في برضو مشاكل عندي احيانا الى فصل ويرلس وشبكت على التئيه في النسخة التجربية الثالثة ما يشتغل التئيه لازم اطلع وارجع افتح مرة ثانية ويشتغل نشوف احين قدام مش اللي بتصير هاي تغريبا كل شيء لكن潤وا من هاته الميزات ما في ميزات يعني نسخة وابل ما نزل ميزات لا ابل نشؤت ميزات وتكلمنا عنها في وقت النسخة التجربية الثانية نزلت وابل ميزة الاموجي ابن Richter الاموجي الجدد تكلمت عنهم في النسخة التجربية الثاني لو تشوفون تتم صور جديدة او اشكال جديدة كثيرة نسخة التجربية الثاني او الثالثة نزلت هنا لو انك تذهب على الفيديو تقدر تغير من هنا تغير اعدادات التصوير عندك بتخلي مثلا 60 فريم 30 فريم او 4K بتحاوله الى HD مثل ما نشوف من هنا لكن المشكلة الي الان مخليتها بس على ايفونات 2019 ايفونات 11 11 Pro 11 Pro Max مادري ليش ما نزلت على القبل حركة بايخة تمنى تنزلها حق بالكل لو بنتكلم اكتار يسألوني مت بتنزل النسخة طبعا قبل ما اتكلم لكم مت بتنزل النسخة برضو النسخة بما اني في النسخة التجريبية الثالثة يوم حدثت للنسخة التجريبية الرابعة مثل ما نشوف هنا كانت حجم النسخة 160 ميجا بايتس طبعا برضو حدثت الحق للآيباد بس نتكلم لكم مت بتنزل النسخة هذه اللي منتوقعين من قبل ما تتنزلها تنزلها نهاية الشهر هنا طبعا لحد يسألني كل مرة نسخة تجريبية مت بتنزل حق الكل لان هي نسخة تجريبية وما حد يدري مت تنزل تنزل يعني أبل مت تنزلها بكيف تنزلها لكن بقول لكم ليش أنا قلت لكم انها بتنزل على يمكن ربيع مثل ما نشوف هنا يعني السبوع الجاي عام 29 أو 30 أو 31 تقريبا 30 يمكن اكتوبر ليش قلنا كذا لان ابل اللي يعرف ان شركة بوز أو مش بوز بيتس ملت ابل من زمان شريعتها و ابل في موقعها ان في بيتس الجديدة اللي بتنزل لو تطلبها حين راح تبدأ الشحن عندك وتتوفر في 30 اكتوبر وميزة بيتس ذي سماعة ان فيها العزل و ابل في النسخة التجربية 13.2 حطت العزل انك تستطيع تسوي العزل من هنا لو تضغط هنا يطع لك خيار العزل وتسوي العزل وبرضو السماعة هذي من موقع ابل مكتوب هنا مثل ما نشوف انها ما راح تشتغل العزل 13.2 وهي بتنزل يوم 30 بتنزل يوم 30 ما راح تشتغل على 13.2 فاجباري ابل بتنزل 13.2 يا 30 يا قبل 30 ممكن 29 يعني يوم الاثنين او الثلاث الجاي راح تنزل النسخة عندك وبالكثير يوم الربوع بس تغريبا هذي كل شي لو بنتكلم معاكم عن قوة الاصدارة عن القيكبنش والاشيالي كلها كل مرة نتكلم عنها قبل شو سويته لو بنشوف هنا هذي النقاط اللي اعطاني النقاط اللي قبل هذا في النسخة تجريبية الثالثة وهذا في النسخة تجريبية الرابعة مثل ما نشوف تغريبا نفس الارقام اصلا ما في فرق ما دريش سالفة بس لنفس الارقام اوه دقيقة اسف هذي النسخة الرابعة هذي النسخة الثالثة مثل ما نشوف في فرق ان هذي سويتها 11 صباح قبل ما نزل النسخة مثل ما نشوف هذا النسخة الثالثة وهذا النسخة الرابعة فيعتبر في تحسين اكثر في برنامج ولو بنشوف لو بنتقلكم لل جيك بنش طبعا هنا الخامس هذا هم كلهم ما يحتاج هنا هنا ارتفع هنا نزل يعني ما في فرق اعتبر نفس النسخة فهذا هم كلهم نسخة الأولى النسخة الثالثة الرابعة بطارية بطارية ما شفت اي فرق تحسين ممتازة نسخة الثالثة ممتازة ان شاء الله نسخة الرابعة ما فيه ما قبل تعدمها لنا سويت برضو جيك بنش على الايباد هنا مثل ما نشوف هذا على النسخة التجربية الرابعة في الايباد طبعا الارقام في الجيك بنش 4 نعرف انه رقام كبير و برضو الايباد على الـ A12X مثل ما نشوف فهو اقوى من الـ A30 اللي في الايفون لان الـ X في الايباد اقوى والـ Cores برضو اعلى في الايباد مثل ما نعرف فهذه النقاط هنا معطيني اياهم بس تقريبا هذا الفيديو كله و لا توقع ان نتنزلها من ابل مثل ما قلت لكم قبل شوي و لا تنزل النسخة هذه للعامة ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالغناة و نشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون من فضل دعاكم السلام عليكم